متابعي قناة أسرار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها القرارات اللي يستعد رئيس الجمهورية للأعلن عليها لتخص قضايا خطيرة جداً تم الأمن القومي التونسي في علقة بالجهز السري لحركة النهضة، تسفير الشباب وعديد الجرائم الأخرى اللي تمت في سنوات الأخيرة أو في العشرية الأخيرة فضلاً وليس أمراً، كنتي أول مرة تسمع فيها ما تنسي تعمل الاشتراك في القناة، تدفع للجرس بشتصلكم الفيديوهات القادمة مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بتفاعلاتكم وتعليقاتكم تحت هذا الفيديو اليوم كل الأنظار تتجه نحو قصر قرداج في انتظار أعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد للمزيد من الإجراءات والقرارات اللي تهم تنظيف الدولة من الفسيد ومحاسبة الناس الفسيدين طبعاً مع احترام كل الإجراءات القانونية اليوم نحكيه على محلين سياسيين يعتبروا أن قيس سعيد بيصدد الأعلان تدريجياً على قرارات مهمة تهمت وين سألكل، خاصة تهم قضايا خطيرة جداً تتعلق بملفات تخص الأمن القومي للبلاد التونسية كنقولوا الأمن القومي للبلاد التونسية يعني قضايا تتعلق بالعشرية السوداء إن صح التعبير العشرية اللي تم فيها تنفيذ عمليات إرهابية اللي تم فيها التغرير بشباب التونسي ودمغجته وتسفيره إلى بؤر التوتر فتح الحدود لهؤلاء الشباب بعد الدمغجة اللي صارت في عدة يعني سواء صارت يعني في أماكن اللي تمت فيها الدعوة لاجتماعات الشباب والخيم الدعوية وغيرها اليوم هذه الملفات تؤرق الشعب التونسي الشعب التونسي الكل يطالب بفهم ما كان يحدث خلال هذه العشرية كذلك ملفات تتعلق بقضايا الشهداء الشهداء اللي صاروا في البلاد اليوم أبرزهم الشهدين شكري بالعيد ومحمد البرهم نقول عليش أبرزهم لأنهم الكل هم شهداء سواء من المؤسسة الأمنية العسكرية أو حتى مدنيين اللي يتوفيوا في عملية إرهابية ولكن الشهدين هم لرمزيتهم السياسية خاصة شكري بالعيد اللي كان أول اغتيال سياسي في الدولة اللي كان صدمة كبيرة برشا لتونسا وبعد فترة قصيرة في فيفري 2013 ستة فيفري بالتحديد بعد فترة قصيرة في 25 جوليا من نفس العام اغتيال ثاني في تاريخ رمزي اللي هو 25 جوليا واللي نتفكر 25 جوليا 2021 هي تاريخ رمزي آخر ببعد آخر في أعلان على قرارات لتغير المسار الكل في تونس اليوم قيس سعيد يستعد لأعلان قرارات صادمة وتاريخية سيعلنها في اللحظات الحاسمة أو في التوقيت المنسب لراه قيس سعيد ولكن فمعدة قرارات مبدئية بدأت تخرج شيئا فشيئا تمهيدا لهذه القرارات ولكشف أسرار خطيرة عن ملفات متعلقة بالقضايا اللي تهم الأمن القومي اللي حكيت على البعض منها صارت عدة تجاوزات في سنوات الأخيرة اللي خليت تونسل كلهم يتسئلوا عن أسرار وخفية هذه الأحداث طبعا فم قرارات باشتسبق هذه القرارات الكبرى لترتيب الأوضاع في تونس سواء على المستوى السياسي أو على المستوى القضائي أو على المستوى الأمني خاصة أنه عرفنا عدة تطورات في السنوات الأخيرة هناك تحركات كثيرة اليوم جهد كبير قادة تقوم به الصلط والأجهزة في تونس لفتح الملفات اللي كانت مغلقة لسنوات طويلة ملفات طالب الشعب التونسي بفتحة بتفكيك الغازها بفك شفرات هذه الملفات دون جدوى نظرا للسيطرة على أجهزة القضاء للسيطرة على الأجهزة الأمنية للسيطرة على كل دوليب الدولة الشي اللي عطل فتح هذه الملفات الخطيرة للغاية عشر سنوات أو واحدشن عام من حكم الأخوين كل شي تبدل في تونس الأسرار الغموض لكلها زادت في الدولة وفي مفاصل الدولة التونسية أصبح المواطن التونسي في نفسه غريب في البلد متاعه إلى جانب ارتفاع أو ارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة لتونسا اللي خلت برشانيس تلتج إلى الهجرة إلى مغادرة البلاد سواء الكفاءات اللي في تونس أو المعطلين على العمل أو شباب تونس الناس والتتحرق حتى وهي أنسي وصغرها وعائلات كاملين مرأة حاملة نجم تحرق هذه كل القرارات كانت ناتجة على الغضب الشعبي والاحتقان الداخلي في تونس بسبب عشر سنوات من الاهمال للدولة التونسية عشر سنوات من استغلال الدولة تونسية من الطبقة الحاكمة زادت في تفقير الشعب التونسي زادت معناها في تهجير الشعب التونسي زادت في إذلال الشعب التونسي والاستنقاس من كرامته زادت في نسبة الأمية كل شيء سلب يتزيد فيها البلاد بينما الحاجات الإيجابية تحسن المعيشة تحسن ظروف العيش كانت للطبقة السياسية فقط كل هذه الأسئلة تستوجب حل تستوجب فك لشفرات هذه القضايا الخطيرة الدولة التونسية اليوم مطالبة بالكشف وقاسة عيدة عنده مسؤولية لكشف كل الحقائق ولكن بعيدا على الانتقام اليوم فما ملفات قاعدين نشوفوا فيهم تقدم كبير بشي تم إصدار قرارات مهمة إلى جنب القرارات متع منع سفر لشملة المئات من المسؤولين مسؤولين آخرين في الإقامة الجبرية سواء قضاعة أو أمنيين أو سياسيين أو يعني شخصيات رسمية في الدولة شخصية كانت شدت مناصب عليا في الدولة التونسية تحجير السفر والإقامة الجبرية يجي بغاية عدم هروب هذه القيادات من أجل الحصول على معلومات وفك شفرات القضايا اللي كنا نحكي وعليهم اليوم ما نلقى دعم شعبي كبير لقرارات قيس سعيد ولكن الحيرة اللي تنجم تنتيب أي مواطن تونسي قادي تبع في الإصاير في البلاد هو الحراك متع خمسة وعشرين جويل يانيس تحكي باسم الرئيس نيس تحكي وكأنها هي اللي جيبت القرارات هذه ولكن ما علاقة هذا الحراك بقيس سعيد رئيس الجمهورية فعليا وعلى أرض الواقع النجم قلوا أنه هذا الحراك ليمت بأي سيلة لرئيس قيس سعيد قيس سعيد يعمل بشكل منفصل ربما يكون هذي الأطراف تم دفعها للخروج أو لإصدار بيانات أو لعقد ندوة صحفية على فكرة ندوة صحفية اللي اتعاملت البيره هي ندوة في أحد النزل شكون اللي يدفع تكاليف هذه الندوة تكاليف كراءة القاعة في أفخم النزل وأفخم النزل في تونس العاصمة فما جهات كبيرة وراء هذه المجموعة التي تطالب قيس سعيد بالتنسيق معها والتعامل معها وكأنه ند للند وكأنه عندها فضل على قيس سعيد وليك الرئيس الجمهورية ما يتعملش مع هذه الأطراف وما ينتميوش لرئيس الجمهورية حتى أنه شفنا قيس سعيد في الحملة الانتخابية يبدعه عمره معقد اجتماع في نزل وإلا في قاعة كان ديما يتجول بسيارته الخاصة في المقاهي في المناطق الريفية المناطق النائية في الشوارع عمره ما كان يحكي في جلسة في أحد النزل هذا ما يدل أنه هما خارج السرب حتى أنه تعودنا على عدة أطراف يعني تتقرب من رئيس الجمهورية أو تكون ناطقة باسمه شفنا تليف الكرامة في الحملة الانتخابية أحكي باسمه وتنصل قيس سعيد من هذا شفنا أيضا حزب سمي الشعب يريد وهي الكلمة اللي أطلقها قيس سعيد على حملته الانتخابية الشعب يريد حزب تبينه فيما بعد أنه مدفوع له من قبل يعني كناتري في مجلس نويب الشعب بشي شوه صورة رئيس الجمهورية ويسيء إلى الرئيس قيس سعيد وفي كل مرة قيس سعيد يؤكد أنه لا عنده حزب سيئسي وراه ولا نوي بشي عمل حزب سيئسي وراه ولا حتى شيء هو يخدم فقط وحده وهذه ما ناس يحبوا اسم الرئيس أو يتبنيوا اسم الرئيس ولكن حرك 25 جويليا مثلا وكأنه هو اللي قدم هذه المبادرة أو هو اللي حقق تطور نوعي في تقدم الأوضاع السياسية اللي مهد ربما الطريق يحب يوصل للناس ولرأي العام أنه هو اللي مهد لقيس سعيد الطريق لأعلان قرارات 25 جويليا ترجمة نانسي قنقر